المشرحة المسكونة القصة كاملة لسقوط التيكتوكر ابن الباشا بسبب فيديو مرعب تحولت رغبات أبناء التيكتوك من مجرد الحصول على أرباح طائلة إلى الحلم بالسينما وتلفزيون والشهرة والانتقال من مجرد التيكتوكر لفنان وممثل مشهور وده اللي حصل مع التيكتوكر الشهير بابن الباشا بعد لجوءه لحيلة أوقعته في قبضة رجال الأمن حيث نشر مقطع فيديو بس الرعب في قلوب المشاهدين من داخل مشرحة حلوان المهجورة مدعيا اختفاء اتنين من أصدقائه أثناء توجدهم داخل المشرح تحاليات الأمنية تشفت الملبسات الكاملة لسقوط المتهم في منطقة العجوزة حيث تبين أن المتهم اسمه محمد عين وشهرته ابن الباشا رصدته أجهزة الأمن بعد بس وفيديوهات كاذبة عن قتلة في مشرحة حلوان هدفها بس الزعر في نفوس المواطنين ثم اتدعى خلال الفيديو اختفاء ابن خلته وصحبه أثناء تواجدهم داخل مشرحة حلوان المهجورة وبعد ما الفيديو نال نسبة مشاهدة كبيرة جدا رصدت الأجهزة الأمنية انتشار الفيديو عبر تطبيق تيك توك خاصة أنه بيروج لوقع أو لوقائع مرعبة مخالفة للحقيقة والدعاء أن المشرحة مسكونة وعقب استئذان النيابة العامة ألقت قوات الأمن القبضة على المتهم بعد تحديد ما كان تواجده في منطقة العجوزة وضبط بحوزاته هاتف محمول محمل عليه مقاطع فيديوهات وأرجع السبب إلى تحقيق نسب مشاهدات وزيدة أعداد المتابعين وقالت تكتكر ابن الباشا أمام جهات التحقيق أن الفيديوهات اللي هو بيعملها على موقع تواصل اجتماعي عبارة عن هزار وضحك وأشار إلى أن هدفه من بس الفيديوهات عبر موقع تواصل اجتماعي نفسي أكون ممثل مشهور وأشارك في الأفلام والمسلسلات كنت أعمل فيديوهات تمثيلية وما كانتش قصدي منها الربح إطلاقا اشتركوا في القناة